العراق نقطة تقاطع خطي واشنطن وطهران ومرتكز صراعهم المفترض بات حكامه الجدد بين تهديد أمريكي وآخر إيراني فلا هم لأولئك ولا لأولئك وهذا أحد تجليات السيادة والاستقلال التي طالما تحدثت عنها حكومة ما بعد الاحتلال حيدر العبادي تراجع ولو على استحياء عن تصريحاته السابقة عن الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران فقال إن حكومته لن تلتزم بالعقوبات غير أنها ملزمة بعدم التعامل بالدولار بين البلدين أنا بصراحة ما قلت ألتزم بالعقوبات قلت قولها عليه قلت نعم نلتزم بس نلتزم بماذا؟ نلتزم بمسألة تحويل الدولار محاولة العبادي تنصل من التزامه السابق لاسترضاء إيران لا قد غضبا أمريكيا فخرجت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر نيورت مهددة كل من ينتهك نظام العقوبات على إيران بالعقاب مؤكدة أن الجميع يعي تحذيرات واشنطن وأنها ستقاضي الدول على أي خرق للعقوبات في وقت حاولت سفارة واشنطن بالعراق التخفيف من حدة تلك التصريحات عندما ذكرت أن طريقة تداول وسائل الإعلام لحديث نيورت كانت غير دقيقة ولأن العراق تتغول فيه إيران بميليشياتها النافذة فإنه يمثل منفذا مهما للهروب من العقوبات بحسب معهد واشنطن للدراسات الذي أكد أن القادة الإيرانيين قاموا بمبادرات للتقرب من بعض قادة الأحزاب في العملية السياسية كمناورة تتيح لها التحكم بتشكيل الحكومة المقبلة على أن تضمن تأييد رئيس الوزراء والوزارات المختلفة للمصالح الإيرانية وبالنتيجة تتجاوز العقوبات المفروضة عليها غير أن خطورة عدم التزام العراق بالعقوبات تتمثل بمعرفة واشنطن لكل المعلومات الدقيقة والوافية عن حجم الأموال العراقية أكثر من البنك المركزي نفسه كما قال وكيل وزير المالية السابق فاضل نبي الذي أكد أن لا خيار أمام الحكومة في بغداد سوى تطبيق العقوبات